تعد ظاهرة إطلاق العيرات النارية في المناسبات من الظواهر السلبية والخطيرة والتي تهدد أمن المجتمع دون مراعاة سلامة حياة المواطن وتعرضه للقتل والتي تذهب ضحيتها أرواح الكثيرين ما يستدعي تكاتف الجميع لوضع حل لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء هذه الظاهرة من مجتمعنا بعد أن تلاشت ظاهرة إطلاق العيرات النارية في المناسبات إلى حد ظن الكثيرون أنها ستختفي خلال وقت قصير بعد الكلمة التي وجهها جلالة الملكة غبد الله الثاني للأردنيين يطالبهم بوقف إطلاق العيرات النارية في المناسبات الخاصة والغامة ومن يوم الطالع ما فيه واسطات ابن فلان أو واحد اللي بفكر عنده منصب رح ناخد الإجراءات يعني لا سمح الله ابني بيطلع باحتفاله بيرمي بطلب من الأجهز الأبنية يأخذوا نفس الإجراءات عليه إلا أن تلك الظاهرة غادت مجددا خلال الانتخابات النيابية بعدما جلالة الملك صرح في خطابه الشهير بهذا الموضوع تنفي المجتمع كثير فئات من المجتمع التزمت بهذا الموضوع لكن للأسف نجد بأن تجاوزات تتم بالناس يجب أن يكونوا أقرب من القانون كلنا من يعرف أن هذه الظاهرة هي ظاهرة لها جذور ثقافية ما في شك يعني في المجتمع الأردني هذا هو الذي قد يفسر جزء من هذا الموضوع لكن حقيقة أنه يعني هذه الثقافة ليست يعني شيء يعني لا يمكن تغييره في هذا الفيديو يستقبل أحد الأشخاص المترشحين لعضوية مجلس النواب بوابل من الرصاص الحي ابتهاجا بقدومه وترحيبا به ذات الصورة تجددت خلال فوز أحد المترشحين للانتخابات النيابية لكن الأمر تفاقم هنا وحصدت تلك الرصاصات المتطايرة في الأجواء حياة فتاة بعمر الزهور الأمر الذي دفع الكثيرين لدق ناقوس الخطر مجددا ورغم إلقاء الأجهزة الأمنية القبضة على مطلقي العيارات النارية الذين ظهروا في هذه الصور إلا أن التساؤل بات مشروعا عن أسباب انتشار الأسلحة بين الأردنيين ينبغي وقف حمل واستخدام السلاح وهذا هو المطلب الأساسي لسيادة القانون لأن الدولة وحدها هي التي تحتكر حمل السلاح بالقانون وتحتكر استخدام السلاح بالقانون لأننا أفرزنا أجهزة أو كنا لها مهمة الحفاظ على الأمن شعبيا لقت الدغوات لوقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية قبولا من الكثيرين فنظمت مسيرة في حي الطفايل وسط العاصمة عمانة بدعوة من النائب حسن سعود وعدد من أبناء الحية كان الهدف منها إعلان الرفض الشعبي لتلك الظاهرة لكن هذه المرة بعيدا عن الشعارات فاتخذ أسلوب جديد تمثل بأداء القسم أقسم بالله العظيم أن لا أطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية في المناسبات الاجتماعية تنادى أبناء حي الطفايل جميعا لعمل مسيرة تنبذ مثل هذه الآفات وتنبذ مثل هذه السلوكيات وهذه السلوكيات التي تؤدي إلى الوفاة الأشخاص والعديد من الأشخاص الذين وافتهم المنية سواء يمكن هذه الفتاة أو قبلها الأخ علي الحراسيس أو قبلها الأخ محمد عيال عواد والذين كانوا نتيجة أفراح سواء كانت انتخابات نيابية أو أفراح أعراس أو أفراح مناسبات ونهج اليوم هو نهج جديد تحرك له جميع أبناء حي الطفايل بتعديل السلوك وتعديل المشاعر وتعديل النهج وتعديل الطريقة وتعديل الأسلوب كاملة الموقف الرسمي والشعبي في خندق واحد فكلاهما يرفضان أن تتسع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأردن لكن الكثيرين يتساءلون ما إذا كانت تلك الظاهرة ستختفي من الأردن يوما ما أم أنها ستبقى متجذرة في سلوكيات البعض رغد بن طريف رؤية